موسيقى موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في أروقة رمضان موعدنا اليوم مع نصر عزيز من انتصارات أمتنا الباسلة على أعدائها المحتلين وهو نصر مشهود مؤثر في مسار الأحداث ويعتبر من أهم معارك الحروب الصليبية وكما تعرفون هذه الفترة فترة الحروب الصليبية هي فترة حافلة بالمعارك المهمة والمؤثرة وهذا الانتصار الذي نتحدث عنه اليوم هو من مآثر الملك العادل الشهيد نور الدين محمود زنكي وذلك هو فتح حارم لأن كثيرين لا يسمعون به تعالوا نرى قصة هذا النصر الرمضاني الذي وقع في مثل هذه الأيام من عام خمسمية تسعة وخمسين للهجرة احنا ذكرنا في الحلقة الرابعة موجز سريع خاطف عن الحروب الصليبية اليوم تعالوا نركز على هذه الفترة التي بدأ فيها الجهاد ضد الوجود الصليبي بداية يجب أن نعرف أن المقاومة الإسلامية للصليبيين لم تنقطع والمعارك الصغرى بين المسلمين وبين الصليبيين لم تتوقف أيضا والمجاهدون المتطوعون الذين لم ينتظروا ولي أمر أو أمير لم ينتظروا أحد أمرهم كانوا دائما مستمرين حركة المقاومة كانت حركة عامة وانخرط فيها حتى اللصوص الذين كانوا يرون أن مهمتهم هي الإغارة على الصليبيين إذا خرجوا خارج القلاع أو ضلوا الطريق في منطقة الشام ولعلكم لم تنسوا كنا ذكرنا في حلقة أسامة بن منقذ الحلقة التي تناولناها بالأمس شيئا من هذا لم يتسع له الوقت لكن كتاب أسامة بن منقذ حافل بمثل حركات المقاومة التطوعية ومع هذا لكن حركة المقاومة القوية المؤثرة التي ساهمت في تغيير الأوضاع هي التي نستطيع أن نقول انطلقت مع عماد الدين زنكي عماد الدين زنكي هو عماد الدين زنكي ابن أقصنقر البرسقي أقصنقر هذا هو أحد رجال الوزير السلجوق الشهير نظام الملك الطوصي الذي تكلمنا عنه في الحلقة العاشرة من هذه السلسلة سلسلة في أرويقة رمضان عماد الدين استطاع أن يؤسس لنفسه إمارة في الموصل وأن يستقل بها على الحقيقة وجعلها قاعدة لانطلاقة الجهاد ضد الصليبيين نستطيع أن نلخص مشروع عماد الدين زنكي فنقول كان مشروع ذا خطين متوازيين الخط الأول هو مجاهدة الوجود الصليبي لا سيما إمارة الرهى إمارة الرهى كانت قريبة من الموصل والخط الثاني هو العمل على توحيد الشام الممزق بين الأمراء والحكام وهذا التمزق يعرقل نمو هذا المشروع الجهادي ويعرقل أي مشروع تحرير حقيقي ضد الصليبيين لأنه أصلا الأمراء في هذا التفرق فوق ما يستهلكون من أموالهم ورجالهم ومواردهم في حرب بعضهم فالصليبيين أيضا يستفيدون من هذا التمزق إما أنهم بيستطيعوا أن يستولوا على ديار أخرى وقلاع أخرى ومدن أخرى وإما أنهم يدخلون على خط الصراع بين الأمراء المسلمين ويخرجوا من دخولهم هذا بمكاسب مالية أو حربية أو حتى سياسية استطاع إماد الدين زينكي بالفعل أن يحقق خطوة مهمة في كل مسار من هذين المسارين فتمكن بالفعل من تحرير إمارة الرهى وأزال إمارة صليبية من الإمارات الأربع التي تكونت في الحملات الصليبية نحن قلنا أن الحملات الصليبية الحملة الأولى كونت أربع إمارات الرهى، أنطاكيا، طرابلس، بيت المقدس فعماد الدين زينكي استطاع أن يحرر إمارة الرهى وكذلك تمكن من توحيد الموصل وحلب فصارت دائرة مفوذه أو مملكته أو منطقته هي تمتد من الموصل إلى حلب لكنه أخفق في خطوتين يسعى إليهما نحن قلنا أنه نجح في حاجتين لكنه أخفق في حاجتين أخفق في ضم دمشق إلى إمارته فهو حاول ذلك حربا وحاول ذلك سلما لكن استعانت دمشق بالصليبيين يعني فوتت عليه قدرته على ضمها حربا وكذلك نزاعات الأمراء والوزراء الدمشقيين أفسدت عليه ضمها سلما كذلك في تفاصيل لا يتسع لها الوقت تفاصيل منها الطريف ومنها المرير ومع الأسف اغتيل عماد الدين زنكي ولا يزال في ذروة قوته طبعا هنا خلاف روايات إما أنه اغتيل على يد خادم اللهو كما في بعض الروايات أو أنه اغتيل على يد الحشيشة الإسماعيلية كما في روايات أخرى وإحنا تكلمنا عن هؤلاء الحشيشة يعني لما تكلمنا عن الوزير السلجوقي نظام الملك الطوسي في الحلقة العاشرة طيب إمارة عماد الدين زنكي التي أسسها والتي بدأت مشروع التحرير انقسمت بعد موته بين ولديه سيف الدين غازي كان يحكم الموصل ونور الدين محمود كان يحكم حلب نور الدين استأنف مشروع أبيه ذي الخطين المتوازيين اللي هو العمل على الوحدة ومجاهدة الصليبين فهو يعني عمل على مجاهدة الفرنجة كما عمل على استكمال توحيد الشام تحت قيادته كان من أهم ما ورثه نور الدين من أبيه الرجلين الكبيرين والقائدين الخطيرين نجم الدين أيوب وأخوه أسد الدين شيركو هؤلاء أخوين هما أصل الأسرة الأيوبية التي سيكون لها فيما بعد تاريخ حافل في مصر والشام والجزيرة الفراتية مشروع نور الدين أيضا حقق خطوتين مهمتين في مساريه بداية هو تزوج من ابنة حاكم دمشق معين الدين أونور احنا ذكرنا هذا الاسم لما تكلمنا عن أسامة بن منقز فلما تزوج عصمة الدين خاتون اللي هي ابنة معين الدين أونور تم له بهذا التحالف مع دمشق سلما وبفضل هذا التحالف استطاعت دمشق أن تتصدى للحملة الصليبية الثانية هذه الحملة جاءت من أوروبا بعد تحرير الرهى وعادت الحملة تقريبا بلا نتائج تذكر ولما مات معين الدين أونور استطاع نور الدين من خلال نجم الدين أيوب كان قائدا من قواده العسكريين والموالين له استطاع أن يسيطر على دمشق وبهذا تمت الوحدة بين أهم مدينتين في الشام دمشق وحلب فصار الشام تقريبا متوحدا تحت إمرة نور الدين محمود في مسار جهاد الفرنجة كاد نور الدين أن يحرر الإمارة الثانية من الإمارات الصليبية التي هي أنطاكيا لكن كان عنده مشكلة كبيرة أن الدولة البيزنطية في ذلك الوقت كانت في واحدة من مراحل قوتها كان لها إمبراطور قوي اسمه منويل كومنين أو يسمى في الرياض العربية عمان وئيل هذا الإمبراطور يعني الإمبراطورية في ذلك الوقت كانت تسلك سياسة سياسة إضعاف الطرفين الصليبي والإسلامي لأن هي الإمبراطورية كانت تتمسك بسيادتها الروحية على كنيسة أنطاكيا كنيسة أنطاكيا هي كنيسة أرثلوسية تابعة للإمبراطورية البيزنطية فكانت دائما كإمبراطورية مستعدة للدخول على خط الصراع لتحول دون سقوط أنطاكيا بيد نور الدين ونور الدين يعني لم يكن من الحكمة ولا من الممكن في ذلك الوقت أن نور الدين يفتح جبهة صراع جديدة مع الإمبراطورية البيزنطية القوية طبعا فاكتفى بإضعاف إمارة أنطاكيا واستطاع بالفعل يعني نستطيع أن نقول أنه شبه حررها لأنه استطاع أن يقتل أو يأسر ملوكها الثلاثة الذين عاصرهم يعني هو قتل الأمير الأول وأسر الأمير الثاني اللي هو إرناط شخصية مشهورة في الحروب الصليبية وكذلك أسر بوهيموند اللي هو الأمير الثالث لكن هو لم يفتح عاصمة المدينة أو مديناء يعني العاصمة الرئيسية في إمارة أنطاكيا وفضل أن تبقى على ضعفها يعني تمثل نوع من العازل بينه وبين البيزنطيين وكان يقول مجاورة بوهيموند اللي هو أمير أنطاكيا يعني أحسن عندي من مجاورة الإمبراطور لكن الإنجاز الأساسي والأكبر لنور الدين هو أنه استطاع توحيد مصر والشام هذه الوحدة لها أثر بعيد يتعلق بالقدرة على تحرير بيت المقدس ولها أثر قريب أيضا يتعلق بموضوع حلقتنا هذا وهو فتح حارم هنا لدينا مشهدين مشهد في الشام ومشهد في مصر نركز الآن في مشهد الشام في الشام نحن قلنا أن نور الدين استطاع توحيدها تحت إمرته وكان له مدد من مدن أخرى يعني مثل الموصل التي كانت تابعة لأخيه سيف الدين غازي والعلاقات التي أنشأها هو مع سلاجقة الروم أو حتى الأمراء السلاجقة المستقلين في بعض بلاد الشام والجزيرة الفراتية يعني يمكن القول بأن الشام في هذه الحالة استطاع موازنة الوجود الصليبي في بيت المقدس لكنه لا يستطيع الحسم العسكري معهم يعني طبعا الوجود الصليبي كان يتمتع بوجود دعم متجدد لهذه الإمارات الصليبية من أوروبا ومع وجود إمبراطورية وهي الإمبراطورية البيزنطية في مرحلة قوة يعني كان خلاصة ما فعله نور الدين أنه استطاع أن يوازن هذه القوة لا يستطيع أن يحسم معها طيب في الجانب الصليبي من الشام طبعا توحيد الشام كان مثيرا للقلق وكان يضيق عليهم فرص التمدد العسكري بل حتى يضيع عليهم فرص التمدد السياسي لأنهم كانوا قبل كده بيدخلوا محالفات مع أمراء المناطق الشامية لكن لم يعد هذا بالإمكان في حال توحد حلب أيضا لم يعد بإمكانهم طلب حملة جديدة من أوروبا بعد فشل الحملة الثانية لأنه أيضا كان من أسباب فشل الحملة الثانية هذا التنازع الذي وقع على الممالك وتقسيم الغنائم والإمارات بين الأمراء الصليبيين الموجودين في الشام وبين الأمراء القادمين في هذه الحملة فلذلك كان لدى الجانبين الشاميين الإسلامي والصليبي أسباب قوية تجعل كل منهما يتطلع إلى مصر وهنا سنبدأ مشهدا جديدا هو المشهد المصري نراه إن شاء الله بعد هذا الفاصل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلنا معكم إلى أنه كان هناك مشهدين مشهد في الشام ومشهد في مصر وأن كل المشهدين في الشام الإسلامي والصليبي كان لديه أسباب قوية ليتطلع إلى مصر في مصر كانت الدولة العبيدية الفاطمية قد دخلت في عصر الضعف لأنه ضعف الخلفاء وصارت القوة الحقيقية بيد الوزراء طبعا أولئك الوزراء هم أمراء طامحون وهم عسكريون قاد عسكريون لذلك كثرت نزاعاتهم وصراعتهم وتكرر الانقلاب صار كل واحد فيهم ينقلب على الآخر احنا ذكرنا في حلقة الأمس ونحن نتكلم عن أسامة بن منقذ أنه عاش بنفسه جزءا من هذه الصراعات وكان في كتابه الاعتبار شاهد عيان على هذه المنازعات بين الأمراء وذكرنا أسماء ابن مصال ثم ابن السلار ثم عباس وابنه نصر ابن عباس ثم انقلب عليهم فيما بعد الوزير ابن زوريك طيب توقفنا هنا مع أسامة المنقذ الوزير ابن زوريك هذا انقلب عليه فيما بعد ضرغام وشاور وبقي الصراع زمنا بين هذين الأخيران اللي هم ضرغام وشاور بينما يفكر الصليبيون ونور الدين في اجتذاب قوة مصر إلى جانبهما كان الوزيران شاور وضرغام كل واحد فيهم يذهب للاستعانة بطرف فذهب شاور للاستعانة بنور الدين وذهب ضرغام للاستعانة بالصليبين وهنا اشتعلت معركة محمومة وسباق كبير بين المسلمين والصليبيين للسيطرة على مصر وهنا دارت فصول مجيدة من البسالة والبطولة وكذلك دارت فصول مريرة من الخيانة والغدر وتفاصيل لا يتسع لها المقام الآن لكن خلاصة المشهد كالآتي المسلمون والصليبيون اندفعوا إلى مصر أكثر من مرة يعني أكثر من مرة نزل الجيشان وتقاتل المسلمون والصليبيون في مصر وعادوا جميعا عنها على قاعدة لا غالب ولا مغلوب يعني محدش فيهم قدر يحقق انتصار حاسم فكل مرة كانوا يتفوضوا على أن يعود جميعا مرة أخرى إلى الشام طيب هذه الحروب في مصر كانت هي السبب الرئيسي لبروز القائدين الكبيرين أسد الدين شركوه وابن أخيه صلاح الدين الأيوبي في نهاية المطاف استطاع شركوه وصلاح الدين أن يظفر بمصر لأن الفرنجة غدروا بعهدهم مع الوزير شاور وهاجموا مصر بغرض الاستلاء عليها هذه المرة ولم يعد أمام العبيديين الفاطميين أو حتى وزيرهم إلا الاستعانة المخلصة الأخيرة بنور الدين وجيوشه فهنا نزلت جيوش نور الدين وانضافت قوة مصر إلى قوة الشام واستطاعوا طرد الصليبين من مصر ومنذ ذلك الوقت بقي الجيش النوري في مصر وتولى أسد الدين شركوه وزارة العاضد لدين الله وهو آخر الخلفاء الفاطميين توفي بعدها بأشهر فتولاها من بعده ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي وهنا صلاح الدين الأيوبي عمل على إنهاء الدولة العبيدية الفاطمية وإعادة مصر والمغرب تحت سلطة الخلافة العباسية السنية وبهذا تكون قد تمت وحدة مصر والشام تحت قيادة نور الدين محمود ونستطيع أن نقول أن منذ ذلك الوقت صارت مسألة تحرير بيت المقدس مسألة وقت هذا الوقت لم يتسع له عمر نور الدين رحمه الله فكان هذا التحرير فيما بعد من نصيب الملك الناصر المشهور صلاح الدين الأيوبي فتحنا اليوم الذي نتحدث عنه هو فتح حارم هذا الفتح جرى فيه خضم المواجهات التي كانت بين الصليبيين والمسلمين في مصر لما خرجت القوات الصليبية لحرب القوات الإسلامية النورية في مصر صارت الفرنجة بين قوتين إسلاميتين قوة في الشام تحت قيادة نور الدين وقوة في مصر يمثلها جيش نور الدين لكن تحت قيادة أسد الدين وصلاح الدين فكانت هذه فرصة لما نخبة القوات جاءت إلى مصر كانت فرصة لنور الدين في الشام أن يفتح ما استطاع من المعاقل والبلاد الشامية الواقعة تحت حكم الصليبيين أشهر هذه الفتوح وأقواها وأكثرها أثرا هو فتح حارم طيب ليه حارم؟ مش معنى حارم تحديدا أولا لأن قلعتها كانت في غاية المناعة هنا وقفة زمان المدن كانت حصانتها العسكرية قلبها العسكري هو في قلعتها وهذه القلعة ربما وغالبا ما كانت في الشام في قلب المدينة فأحيانا حتى لو استوليت على المدينة لا تستطيع أن تسمي نفسك استوليت عليها إلا حين تسيطر على مركز القوة العسكرية اللي هو القلعة فالقلعة دي كانت يعني قلعة حارم كانت قلعة منيعة وكانت في موقع مهم لأنها تقريبا في وسط المسافة بين العاصمتين المتقاتلتين حلب تحت نور الدين وأنطاكيا الصليبية السبب الثاني أن نور الدين تواجه في هذه المعركة مع صفوة قادة الصليبيين الموجودين في الشام فكانت يعني كان في مواجهته في هذه الحرب أمير أنطاكيا وكان قمس طرابلس وهي الإمارة الصليبية الثالثة وكان معهم فارس كبير مشهور اسمه ابن جوسلين هذا مشهور من فرسان الصليبين الكبار وكان معهم أيضا دوق الروم وهذا تابع للإمبراطورية البيزنطية طيب ونور الدين من جهته استعان في فتح هذه المدينة بما استطاع من قوات الأمراء المسلمين كأمراء الموصل وحصن كيف ومردين كل هؤلاء كانوا أمراء مستقلين ومن المواقف الطريفة التي تذكر هنا الأمير الذي كان على حصن كيف اسمه قرى أرسلان هذا الأمير كان قد عزم على أنه لا يجيب نور الدين ولا يخرج معه وبين ليلة وضحاها انقلب حاله فعزم على الخروج معه فقال له خلصائه وأهل شوراه أنت يعني ماذا غيرك قد فارقناك بالأمس على حال ونرى الآن ضدها فقال لهم لقد سلك نور الدين معي طريقا إن لم أنجده خرج أهل بلدي عن طاعتي لأنه كاتب زهادها وعبادها والمنقطعين عن الدنيا يذكر لهم ما لقي المسلمون من الفرنج وما نالهم من القتل والأسر والنهب يعني يطلب منهم الدعاء ويطلب منهم أن يحثوا المسلمين على الخروج في الغزو فكل واحد من أولئك الزهاد والعباد قعد ومعه أتباعه وأصحابه يقرؤون كتب نور الدين بين الناس ويبكون ويلعنونني ويدعون علي فلابد من إجابة دعوته المؤرخ أبو شامة هذا مؤرخ الدولتين مؤرخ الدولة النورية والدولة الصلاحية حكى لنا قصة المعركة في كتابه الروضتين في أخبار الدولتين اللي هي النورية والصلاحية خلاصة رواية صاحبنا المؤرخ أبو شامة كالآتي نور الدين وضع قوات حلب ومعها قوات صاحبنا قرأ أرسلان هذا صاحب حصن كيف اللي هو نهض إلى الحرب خجلا وضعها في الميمنة وخططوا أن تنهازم هذه الميمنة أمام ضغط القوات الصليبية واندفاعها الأول حتى يمكن أن يجتذبوا الفرسان الصليبيين بعيدا عن المشاه ثم ينقض الجيش الإسلامي عن المشاه اللي هم فقدوا حماية الفرسان وفي ذلك الوقت حين يوقن أولئك الذين تقدموا أنهم قد انتصروا فإذا عادوا وجدوا أنفسهم محصورين بين العائدين من الهزيمة وبين الذين قضوا على المشاه وبالفعل فيما تقرأ تم تدبير الخطة بنجاح لأنه بينما يحسب الفرسان أنهم يطاردون المنهزمين بقية الجيش انقضت بالفعل على المشاه وأبادتهم ولما عاد الفرسان مرة أخرى وجدوا المشاه في واقع بائس وعادة القوات التي كانت منهزمة يعني هو حصار تقليدي متكرر لكن يبدو أنه نفذ بكفاءة عالية لأنه حتى الجيش الصليبي إما أنه لم يفطن لها أو إما أنه فطن لها ولم يستطع أن يحسن التصرف فيها هذه المعركة أسفرت عن أقوى نتيجة متوقعة تبدد جيش الصليبيين الذي هو خلاصة جيشهم في الشام وأسر هؤلاء الملوك أمير أنطاكيا وقمص طرابلس ودوق الروم وابن جسلين الذي هو الفارس الكبير نور الدين سارع من جهته فأرسل ألوية هؤلاء الأمراء إلى جيشه المحاصر في مصر تحت ضغط الصليبيين ليكون ذلك أقوى لهم وليكون ذلك أفتك وأكثر أثرا في نفوس الصليبيين في مصر وبالفعل كان هذا النصر في الشام مما سارع بالوصول إلى اتفاق بين الصليبيين وبين جيش نور الدين يقضي بخروج الطرفين من مصر لا غالب ولا مغلوب وطبعا هذا الاتفاق نفسه يعني المشكلة فيه يعني لو أن وزيرا خائنا مثل شاور لم يكن ممن يخون الله ورسوله والمؤمنين لكانت هذه فرصة عظيمة لإبادة الصليبيين في مصر والشامعة لكن هذا النصر الكبير في حارم يعني أنقذ المسلمين من أثر الخيانة في مصر التي نفذها شاور وكان متحلفا مع الصليبيين بعد حارم كانت الطريق مفتوحة يعني كما ذكرنا إلى أنطاكيا لكن كان الوضع الذي فرضته قوة الإمبراطورية البيزنطية مانعا من تحريرها تماما ولكن الإمارة بعد هذه المعركة فقدت أهميتها وقوتها ويعني كان هذا من الإنجازات المهمة للملك العادل الشهيد نور الدين محمود زانكي رحمه الله من القصص المشهورة جدا التي وردت عن هذه المعركة هو ما ورد عن تضرع نور الدين محمود نور الدين اشتهر عنه أنه كان يتضرع لله ويبكي ويستنجد وكان من عبارته المشهورة أن يقول يا ربي أنصر دينك ولا تنصر نور الدين محمود فما نور الدين الكلب لكي تنصره وهذه القصة لم تعرف إلا فيما بعد لما جاء رجل من العباد والزهاد رأى في منامه رؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه وبشره بالنصر الذي يكون في حارم وقال له أخبر نور الدين محمود بالنصر وأنه الذي قال كذا وكذا فصاحبنا هذا العابد الزاهد ذهب إلى خيمة نور الدين وبشره بالنصر واستحي أن يقول لنور الدين يعني مسألة من هو محمود الكلب لكي تنصره فقال له نور الدين ويلك ويحك قل مثل ما رأيت فلا يحل الكذب في الرؤية طبعا فقص عليه أنه قال يعني أن الله تبارك وتعالى سمع تضرعه ودعائه وهو يقول اللهم لا تنصر اللهم انصر دينك وعبادك ولا تنصر محمود فمن محمود الكلب لكي تنصره فقال صدقت فإنه لم يسمع هذا الدعاء مني أحد فكان هذا مما بشر المسلمين بهذا النصر الكبير الذي كان في فتح حارم التي كانت من أهم المعارك الصليبية وكان ذلك في مثل هذه الأيام نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا هذه الانتصارات وأن يعيد علينا هذه الفتوحات وأن يعيد علينا يعني هذه الشخصيات والقيادات أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة